التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمقار الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة يسوك سرايا رئيس شركة سرايا العالمية التي ستطلق أول مشروعتها غدا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مشروع شركة سرايا العالمية هو مجمع صناعي يضم أربعة مصانع سيخصص جزء من إنتاجها للسوق المحلية والجزء الآخر للتصدير في مجال أدوات النظافة العامة كما يعد المجمع هو الأول من نوعه في أفريقيا وشرق الأوسط وتتطلع الشركة إلى الاستثمار في عدد من الأنشطة الأخرى في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أعرب رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن تطلعه إلى التعاون مع شركات الفرنسية في مجال توطين صناعة السيارات خاصة السيارات الكهربائية جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي مع وفد لغرفة التجارة والصناعة الفرنسية ووفد من رؤساء ومسؤولي عدد من كبرى الشركات الفرنسية العاملة في مصر حيث تم استعرض المشروعات التي تنفذها هذه الشركات وخططها المستقبلية في غضون ذلك استعرض مدبولي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لسيما الإجراءات التشرعية تهيئة مناخ الاستثمار وخلق بيئة عمل جاذبة مشيرا في هذا الصدد إلى الحوافز التي تمنحها الحكومة للشركات في إطار قانون الاستثمار اعلنت وزارة تعاون الدولي نتائج الجهود التي تمت مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائين على مدار الأشر الماضية وذلك بالتنسيق مع الجهات الوطنية ذات الصلاة لحجد الدعم لبرنامج الحكومة من أجل تنفيذ سياسات الإصلاحات الهيكلي ودعم الموازنة العامة للدولة وتعزيز مرونة وتنفسية الاقتصاد القولية وتشجيع تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة وذلك من خلال قيادة عملية التفاوض والتنسيق وتنفيذ مصفوفات الإجراءات والسياسات المتفق عليها في إطار منهج متكامل يجمع مختلف شركاء التنمية من أجل تعظيم الاستفادة من البرامج المنفذة لدعم تنفسية الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال وكشفت الوزارة أن تلك الجهود أسفرت عن حجد تمولات ميسرة بقيمة ملياري دولار تقريباً أظهرت وثيقة مصرفية طلعت عليها رويترز أن شركة تنمية طاقة عمان المملوكة للدولة تعتزم طرح سقوق مقوامة بالدولار لأجل سبع سنوات وذكرت الوثيقة أن من المقرر أن تبدأ اجتماعات المستثمرين اليوم وسيتبعها طرح سقوق بالحجم القياسي مقوامة بالدولار لأجل سبع سنوات بموجب برنامج خاص بالشركة أظهرت بيانات من الهيئة العامة للإحصاء في السعودية تراجع الصدرات البترولية للمملكة بنسبة 4.2% في أبريل على أساس سنوية كما أظهرت البيانات نمو صدرات غير البترولية السعودية بنسبة 12.4% وتراجع الصدرات السلعية للمملكة 1% في أبريل على أساس سنوية وسجلت وردات المملكة تراجعا بنسبة 1.3% في أبريل عن الشهر نفسه من العام الماضي